السلام عليكم وحيث الله وبركاته ومشان الله بخير الذين تابعين على التليجرام وحتى الفيسبوك قبل فترة وعدكم بمراجعة لسوار شاومي الذكي فهذا هو المي باند 1S الصندوق عادي وماك شيء خرافي ولا تتوقعون أقرأ شنو مكتوب على الصندوق لأن كل شيء مكتوب بالصيني سوف نفتح العلبة ونشوف شنو بالداخل وأيضا الفرق بين هذه النسخة والنسخ السابقة من المي باند ومميزات السوار داخل الصندوق دليل المستخدم اللي ما رح تفهم منه أي شيء لأن كل شيء بالصيني وأيضا السوار اللي باللون الأسود لكن أكو ألوان أخرى رح أستعرضها بوقت لاحق من هذا الفيديو وعدنا القطعة اللي تحتوي على كل السنسرات والدوار الإلكترونية للسوار وأخيرا الشاحن من نوع USB الآن السوار رح يكون باللون الأسود لكن أنت تقدر تاخذ ألوان أخرى من خلال السوارات إضافية وأنا أخذت لح سوارات إضافية بأربع دولار فقط والشاحن مجاني الشاحن جيد وماك شيء خرافي طبعا تقدر تشحن عن طريق اللابتوب أو الشاحن العادي للهاتف وأكو LED رح تستمر بالإضافية حتى تعرفك عن مستوى تقدم الشاحن وهذه LED أيضا إلها وضاعف أخرى رح أذكرها بوقت لاحق من هذا الفيديو وأيضا يحتوي بداخل على هزاس يساعد في التنبيهات ونسخة البلوتوث هي 4.0 والبطارية اللي بداخل بحجم 45 مليامب وحسب كلام شاومي أنه المفروض تطيق شهر كامل من استخدام بعد شحنة واحدة فقط وأيضا وزن السوار هو 50 غرام فقط وحتى ما أنسى السوار هو مضاد للماء حتى 1 متر فما رح يكون عندك مشكلة إذا غسلت إيدك والسوار كان بإيدك وأيضا الجيل الجديد يحتوي على حساس لقياس نبضات القلب وأيضا يساعد في قياس عد الساعات النوم بشكل أكثر كفاءة وهذا واحد من اختلافات بين هذا الجيل والجيل السابق من نفس السوار التطبيق اللي رح تربط السوار مع الهاتف هو مي آيفيت ومتوفر على الآي او اس والاندرويد لآن رح أربط السوار مع الهاتف من خلال التطبيق ونشوف شنو المميزات الجديدة لهذا السوار ما رح أتطرق إلى كل المميزات فمعروف عن كل سوار رياضي أنه يوفر لك إحصائيات الخطوات الركض الأمتار المقطوعة سعرات الحرارية المحروقة وساعات النوم ومعدة ساعات النوم وغاية الأشياء اللي موجودة بكل سوار رياضي لكن رح أتكلم الأشياء الجديدة والأشياء اللي عجبتني بهذا السوار بداية إذا ذهبنا إلى الستينج وبعدها المياي باند راح نشوف مستوى شحن البطارية وأيضا خيار الفايند ماي باند إذا ضغطت على هذا الخيار راح يهتز السوار بإيدي ويبدي بالوامير على أساس أنه تعرف مكان السوار وأيضا الخيار للبعدة هو فتح الهاتف باستخدام السوار وهذه حركة بطلة توفر عليك الوقت وأيضا حماية لهاتفك الفكرة أنه إذا كان السوار بإيدك الهاتف ما راح يطلب منك رمز الدخول أو النمط على أساس أنه الجهاز تعرف عليك من خلال السوار أما إذا كان السوار مو بإيدك أو بعادت عن الجهاز الجهاز راح يطلب النمط حتى تفتح الهاتف وهي حركة بطلة وعجبتني وكان سابقا فقط لأجهزة الشاومي والآن أصبحت لكل هواتف الأندرويد اللي تحمل أندرويد 5.0 فما فوق الخيار اللي بعده هو إشعارات التطبيقات وفكرته أنه تختار التطبيقات اللي تريد السوار يتفاعل وياها فمثلا إذا جدتك رسالة من الماسنجر السوار راح يهتز ويبدي الـ LED الموجود بالسوار بالوميض على أساس أنه يعرفك أنه جدتك رسالة من الماسنجر ونفس الشيء تقدر تسويه لبقية التطبيقات وأيضا نفس الحركة تقدر تسويها مع المكالمات الواردة الآن إذا رجعنا إلى القائمة راح نشوف الألارم أو المنبه هذا المنبه متزامن مع المنبه الخاص بجهازك وتقدر تفعل التنبيهات من خلال السوار لأي منبه وأيضا تقدر تضبط منبه جديد من خلال السوار والتنبيه راح يكون على شكل اهتزال للسوار وأخيرا الـ Heart Rate أو حساس نبضات القلب اللي هو جديد على هذا السوار مع أني ما استخدمها الخاصية لكن عجبتني فإنت ما مضطر أن تقوم بأي حركة فقط السوار بإيدك وتضغط على حساب ورح يبدي بحساب دقات قلبك سويت مقارنة بين السوار والـ Note 5 وكانت النتيجة مختلفة بكل واحد منهم فهذا هو السوار Xiaomi Mi Pong 1S طبعا أنا اشتريت هذا السوار من خلال موقع 2 ديل بـ 28 دولار واسوارات الـ 3 ألوان بـ 4 دولار و 50 سن والشحن مجاني طبعا وأعتقد الآن السعر السوار أقل حوالي 20 دولار فقط فإنت قارن بين أسعار المواقع قبل لا تشتري فإنت شوف السعر الأفضل إليك وأشتري إذا كنت حاب تشتري هذا السوار فهذا اللي كان لبهو هذا الفيديو أتمنى أعجبكم فيديو إذا كان عندك أي سؤال أو استفسار خليني أسفل هذا الفيديو بالتعليقات وهذا اللي كان لبهو هذا الفيديو شكرا على مشاهدة ونشوفكم بالفيديو القادم